لكاء التشاوري مشهدينا اللي منظمته جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة هو اللي رح نحكي عنه أكتر وعن أبرز أهداف الجمعية وعن برامجها بهذه الفقرة مع السيدة نادية بدران مديرة جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة صباح الخير مدام نادية صباح النور نحن أول شيء بدنا نشكرك لوجودك معنا اليوم ونحن كتير سعيدين أنه عم ندوّع هالجمعية وعلى كل النشاطاتها شكراً كتير شكراً لتلبيتكم الدعوة ونكون معكم أنا اليوم جمعية العناية الصحية هي جمعية عمرها أكتر من ثلاثين سنة وهي موجودة ببيروت بمنطقة سن الفيل وفي عنا مركزين في مركز بيعنا بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية وأكيد للمتابعة الأشخاص المتعايشين مع فيروس الـ HIV والمركز الآخر بيعنا أكتر بالأشخاص يلي بيستخدموا مخدرات هو مركز علاجي بيقدم العلاج المناهد للأفيونيات وفيه كمان مركز صحة نفسية وأغلبية الأشخاص يعني 80% تقريباً من الأشخاص يلي بيستفيدوا من خدماتنا هنا من فئة الشباب تحت تقريباً عمر الـ 18 سنة يعني بالفعل أول شيء أمراض مفروض نكون عم ندوّع عليها عم تعنوا فيها أشخاص يمكن مهمشين شوي بالمجتمع بيظل يعني الأزمات اللي عم نتخبط فيها فكتير يعني حلو العمل اللي عم بتقوموا فيه خبرينا هيك مدام ناضي عن أبرز الخدمات اللي بتقدمها الجمعية والمحاور اللي بتركب عليها نعم مثل ما قلت نحن بعننا هول مركزين بالمركز الصحة الجنسية والإنجابية بنعمل تست للـ HIV الأشخاص تنقول يلي بيشكوا أنه هن لقتوا فيروس الـ HIV أو فيروسات تانية تنتقل بالعلاقة الجنسية بيقدروا يجو بتتقدم لهم المشهورة والتوعية اللازمة والفحوصات اللازمة كمان وإذا بدون علاجات كمان فيه طبيب معالج بيقدر يكون عم بيشوفهم وفي عنا مركز كمان للصحة الإنجابية يلي كمان النساء يلي بدون مشهورة أو بدون معالجة أو بدون يستشيروا طبيب أمراض نسائية أو طبيب أخصائي نسائي كمان بيقدروا يكونوا عم بيشوفوا وفي عنا متابعة للحالات الإيجابية يعني إذا شخصت له عنده HIV عند عايش متعايش مع فيروس الـ HIV نحنا في عنا برنامج متابعة برنامج اجتماعي لأله متابعة لأله لحتى يقدر يفهم وضعه أكتر يلتزم بدويه وبنفس الوقت يلتزم بالتدابير الوقائية وكتير مهم ببرنامجنا التاني اللي هو بيعنا أكتر بالمخدرات وبالصحة النفسية بهيدا البرنامج كمان نحنا كتير منستقبل الأشخاص منعطيهم العلاج لكن لكن بنفس الوقت بنقدم الخدمات الصحة النفسية والمتابعة الاجتماعية لأله مادام ناضية بهذا الإطار أديه هنا مهم دعم النفس بدي أحكي عن هذا الشئ لأنه هؤلاء الأشخاص بتحسيهم يمكن بيستحوا بمرضهم أو بيستحوا يقولوا للمجتمع أنه هن مصابين بهذا المرض فأديه الدعم النفس ممكن يعني يساعدهم أن تيتخطوا هالحالة اللي بيكونوا عايشين فيها أكيد إذا لوقت الشخص بيعرف أنه هو لقت فيروس الـ HIV نحن منصير نقول له هذا شخص متعايش مع الفيروس لأنه هو بيصير حالة مزمنة يعني هو بيلقى الفيروس بيعيش معه كل حياته أكيد الدعم النفس كتير مهم له خاصة بأول مرحلة يلي هو بيكون بعده مش عارف شي عن هالفيروس ونفكر حاله الموت قريب مش عارف كي بده يتصر مية بالمية ما بيعرف وين بده يروح العلاج موين بده يجيبه العلاج متوفر مثلا مجانا نحن منشجعهم يلتزموا بالعلاج فيه فحوصات دورية لازم يعملوها كمان منشجعهم يعملوها أوقات منسهلهم أنهم يعملوا هيدول الفحوصات لأنه المهم بالنسبة لألنا أنه الشخص أوقات يدرك وضعه يصير عارف هو شو بيه من ناحية الصحية يلتزم بعلاجه والدعم النفس كتير مهم يلي عم بتقوليه مضبوط لأنه الدعم النفس مهم لأله بهالفترة تيتقبل وضعه الجديد ويعرف كيف بده يتعايش مع هالوضع لأنه كلنا منعرف أنه وخاصة أنه الأشخاص يلي عم ينصابوا بفيروس HIV هنه أشخاص بعمر صغير يعني هنه شباب وصبايا لك بهيدا العمر بيكون الأشخاص الدنيا بقولوا مش ساعته يعني عنده مستقبله قدامه حابب يعمل أكتر بحياته دعم النفس كتير بساعده يرجع يبرمج لحياته يرجع فيه ما بقى يفكر أنه حياته انتهت مع إصابته بالHIV لا الحياة بتقدم لقدام نحن موجودين حدك بتصير تسهلي له الأمور لهيفهم كيف بده يتعارض مع هالمرحلة الجديدة من حياته كتير حلو فعلا عجب بس عندي سؤال لك بيظل الأزمة الاستشفائية وأزمة الأدوية هل العلاجات متوفرة وهل أسعارها فرقت عن قبل ولا بعدها بنفس الساعة اللي مهم بهالموضوع إنه العلاج الHIV بعده موجود من قطع مية بالمية من قطع ولا مرة ووزارة الصحة البرنامج الوطني للسيدة بيأمنه شهريا لكل الأشخاص هيدا نعمة بالنسبة للأدوية التانية اللي مقطوعة وهي شغلة كتير مهمة يعني إنه يضل هالدوية موجود لأنه هو الشخص لازم يكون عم ياخد دوية هيدا أهم شيء بالنسبة لألنا لأنه وقته بياخد دوية بيلتزم فيه حتى إمكانية ينقل الفيروس لغيره بتقل كتير حتى بتصير شبه معدومة هيدا معلومة كتير مهمة لا وهيدا الهدف من العلاج إنك تلتزم بالعلاج العلاج بيخلي هالفيروس يسكت بجسمك بشكل إنه أنت حتى إذا بدك ينتقل ما بعد ينتقل لحدا تاني هاي شغلة كتير مهمة للأشخاص وهيدا الشيء أمان لأنه بيقدر يكفي حياته بيقدر يتجوز بيقدر يعمل عائلة يعني هيدا أمل بالنسبة لألنا بضل الشيء يلي مش أمل يلي هو موضوع لقائتنا هنه إدا في وصم إدا في تمييز تجاه الأشخاص المتعايشين من قبل المجتمع وهيدا اللي رح نحكي عنه مية بالمية لأنه إلتشغلة هالأشخاص مهماشين نحن في جمعيات بتهتم فيهم مظبوط لأنه المجتمع هو يلي عم بهمشون مش هنه عم بهمشون نفسهم نحنا دايما منقول مدام نادية أنه نحنا دايما عم ندوّع واجع الناس ولكن دايما عم نواجه عن جد تحية لكل الجمعيات اللي عم تشتغل من قلبها على الأرض لأنه لو ما أنتم موجودين بيزل غياب الدولة يعني ما منعرف وين كنا صرنا وفي كتير جمعيات عم تشتغل فعلا مش بس بالحكي مظبوط مادام نادية أنت معنا تنحكي عن هذا عن مشروع ندوم معا من أجل التغيير واللي هو لتقبل هالأشخاص اللي عندهم هالأمراض وأكيد عنده أهميات كتير أخرى فعارفين عنه أكتر وعن أهميته هيدا المشروع بلش من الـ 2019 ومكمل لآخر الـ 2024 يعني حوالها 6 سنين هيدا البرنامج مدعوم من الـ Global Fund أو السندوق العالمي للمالاريا والسيدا أو الـ HIV أو الـ AIDS بالعالم وهيدا المشروع عم يتنفذ بعد الدول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال الأفريقية من ضمن لبنان وبلبنان في نحنا عنا كونسورسيوم أو مجموعة شبكة من الجمعيات العاملة على موضوع الـ HIV بقلب جمعياتها نحنا حوالها 10 جمعيات سوا نحنا سوا كتبنا هالبرنامج وانقبل وأكيد بدعم من وزارة الصحة البرنامج الوطني للسيدا وعمل نفذه من الـ 2019 بعد عنا سنتين بهيدا المشروع بالذات هو بيهتم بالفئات المهمشية اللي كنا قم نحكي عنه الأشخاص المتعايشين مع الـ HIV الأشخاص اللي بيستخدموا مخديرات النساء المهمشات الشباب يلي بيقوموا بعلاقة جنسية غير محمية بعمر صغير وخاصة الشباب من الأشخاص من مجتمع الميمعين يلي كمان هن معنيين ضمن هيدا المشروع هيدا شو سببه مدام نادية سوري بلقتش من حديثك الأطفق يعني الولاد اللي بيعملوا علاقة جنسية على عمر صغير بدون انتباه هيدا شي بيرجع للتوعية للأسف يمكن بالتوصيات اللي نحنا ما نكون عم نقدمهم بـ 31 الشهر كتير مهم بوزارة التربية مثلا بالمناهج الدراسية يكون فيه إدماج للمواضيع العلاقة بالتوعية الجنسية التوعية الصحية التوعية على الصحة الإنجابية لكل شخص كل شاب وصبية يفهموا جسمهم ويعرفوا كيف بدون يحموا حالهم وكيف إذا بدون يبلشوا حياتهم الجنسية من دون ما يلقطوا أمراض للأسف بعدنا لليوم عم يجوا أشخاص حتى تحت الـ 18 سنة أوقات عم يتعرضوا وعم بيقوموا بعلاقة جنسية غير محمية وعم ينصابوا بفيروس الـ HIV وغيروا من الفيروسات اللي بتنتقل بالعلاقة الجنسية بعمر صغير وهيدا عم نشوفوا أكتر وأكتر ضمن جمعيتنا والجمعيات التانية اللي عم بتشارك بالمشروع مشان هيك هيدا المشروع بدوي على أهمية الخدمات وأهمية استدامة الخدمات لهالأشخاص يعني المواضيع عم نحكي عنا هي مواضيع يمكن حساسة الناس ما بتحب تحكي فيها الناس بتخبي والأشخاص بتخبي ما بتروح بتطلب خدمة بيستحوا بيخافوا من المجتمع من نظرة المجتمع صحيح لأن المجتمع ما بيرحم ما بيرحم أبدا بعدنا لليوم عم نعاني ببعض المؤسسات إذا شخص بدي يفوت على الوظيفة بيعملوا له تاست للـ HIV قبل ما يفوت يشتغل ما بيخلوه يشتغل شخص الموضعه هيدا وضع صحي بس هو إذا أخد علاجه هو كل يوم بروح على الشغل ونشيطه مثله مثل أي شخص تاني ليه أنا بدي أمنعه أن يفوت على هالمصلحة وهي الشغل إذا هو عنده كفاءاته هيدا الناحية كتير مهمة الأشخاص هاللي بيستخدموا مخدرات بيلقاتهم بحطوهم بالسجن نحن مع أنه نغير أنون المخدرات الموجودة حاليا عم يعمل فيه لأنه الأشخاص ما عم بيروحوا على العلاج لأن الأشخاص عم يتحكم يعني الشخص اللي عنده اللي بيتعاطى ما بيحطوه ضغرة بالحبس أكيد بيروح على مركز تأهيل مركز علاج بيتابع ضمن علاج نفسه اجتماعي مية بالمية هو من التوصيات يلي نحن مثلا ما ننذكرون بواحدة وثلاثين الشهر من صلب هالمشروع المشروع اللي نشتغل عليه ضمن يعني اللي كالتشاور اللي رح يصير الأسبوع المقبل مضبوط بواحدة وثلاثين رح يارد توصيات عديدة أكيد رح نحكي هيك أبرز نبذي عنا إذا بدنا نقول رح نبلش هيك بالشق الأنوني مادام نادية شو التوصيات اللي رح تكون عم تنعطى بهاللقاء بالشق الأنوني نعم لأنه نحن غم نشتغل مع أشخاص الأنون بحسبهم على سلوكياتهم وبيعتبرون أنه هن مجرمين لازم يكونوا بالسجن على مستوى الأنوني وعلى مستوى التشريعات وهيدي أكتر كمان مجلس النواب يمكن هو معنا فيها أنه يصير في عنا أنه قوانين أقل تمييز تجاه بعض الفئات ويكون الأوانين حماية أكتر لألون على أكتر من مستوى يعني نحن نحن اليوم عم نشتغل على الأنون ضد التمييز بلبنان بشكل عام بيشمل كذا فئة يلي هي تتعرض للتمييز وهيدا الأنون حاليا موجود موجود مع أحد البرلمانيين وعم نشتغل كيف نقدمه على مجلس النواب هيدا واحد من التوصيات فيه التوصيات العليقة بالحكومة والوزارات مضبوط الوزارات المعنية يعني مثلا إذا منحكي عن وزارة العمل لليوم بعدنا عم نقول أنه الشخص قبل ما يتقدم للوظيفة بيعملو له تسلا الـ HIV وزارة العمل ما بتطلب هيدا الفحص لكن الشركات الخاصة بتعمله طب ليه ما بيكون فيه بوزارة العمل طريقة معينة تقدر تنصح تقدر يمكن تلزم أو توجه أو تطلب من الشركات الخاصة أنه هيدا مش مطلوب مش ضروري أنكم تعاملوه يعني هيدا مهم يكون فيه تعاون مع وزارة العمل بهالموضوع إذا أنا شخص كنت اتعاطى مخدرات كنت استخدم مخدرات وفتت على السجن وبعدين طلعت ورحت على مركز تأهيل طي تتنظف تتنظف السجل العدلة العدلة طبعي يلي هو مطلوب قبل التقدم لأي وظيفة بده 3-4 سنين ويمكن أكتر حسب الجرم يلي أنا عامله لأنه يعتبروا استخدام المخدرات بلا اليوم بعضه جريمة يعني التحقيق بهالموضوع بعض فيه لبس بعض ما نموضوع عشان هيك اليوم فيه أنون عم ينطرح على مجلسه وبلا تغيير الأنون يلي عم يستخدم اليوم أنا إذا بده فوت على العمل بده يطلبه مني سجل العدلة واكتشف أنه أنا انحكمت باستخدام المخدرات طيب بعدين ما عندي فرصة أشتغل شو بكون أنا عم بعمل يعني هو قعد بالسجن هالشخص طلع من السجن ما عنده فرصة يشتغل مية بالمية دمرت له حياته بكاملة صحيح هاي دي كمان من اهتمامات وزارة العمل من اهتمامات المجلس التشريع تنغير اللقوانين الموجودية اللي هي فيها كتير نصوص تمييزية تجاه بعض الأشخاص مشان هيك نحنا مع أنه تكون اللقوانين حماية للناس أكتر ما أنه هي عم بتكون عم تظلمون بمحل معي لأنه الهدف من الأنون شو مش ينظمو لنا حياتنا مشان هيك نحنا عم نطالب بهول مواضيع الأعلام اليوم شو دوروا بهذه النقطة الأساسية نحنا كأعلاميين شو دورنا اليوم مضبوط وسمعتك عم تحكي عن الحماس الأعلام الموجود عندك وعلى شهادة وأهمية حماية للشهادة بعتز أكيد وانشالله كون عقد المسؤولية بقى الأعلاميين إلون دور مش اليوم نحنا موجودين تنحكي بهالموضوع هاي دي أول خطوة وهي أقل شي فيه عمله الأعلامة اثنان إذا الأعلامة بدوا يكتب مقال بالجريدة إن كانت إن كان أو على السوشال ميديا عم يكتب أرتيكل عم بيغطي هالمواضيع كمان بدوا يغطي بلغة وبمصطلحات مقبولة اجتماعيا وإيجابية مش يزيد العار ويزيد الوصم ويزيد التمييز تجاه هالأشخاص كمان مش كل الأعلاميين منفتحين إنهم يحكوا بهيك مواضيع هاي دي كمان كتير مهمة لأن كان المؤسسات الأعلامية وإن كان الأعلامة يتذكر إنه هو عنده قصم سرية وهو كلمته كلمة حق وفيها مصدقية ما بدوا يسرب معلومات مش صحيحة ما بدوا يستعمل مصطلحات بتزيد الظلم والضغينة تجاه الأشخاص أكتر ما ينشر سماح تجاههم بالعاكس يعني لازم الأعلام يكون عم بيدعي للمشاركة لتقبل الآخر للانفتاح خاصة بهذه الظروف يعني ما قلنا غير نتقبل بعض نكون إيد وحدة نقدر نقطع الظروف اللي عم بقطع فيها البلد بسلاسة أكتر يعني ما حدا ناقصه مثل ما بيقوله ضغط أكتر مية بالمية مثلا تعطيك شغلة بالإعلام تشوف إعلان كبير مكتوب مجرم أو وحش الـ HIV يغتصب طفل شو يعني كيف أعلامة بيكتب هالشي شو خاصة الـ HIV بالوحوش وبالاغتصاب الاغتصاب هايدي جريمة أي إنسان فيه يعملها مش ضروري يكون عنده HIV ليه وصلت الموضوع به بيصير كل حدا عنده HIV حس حال أنه هو وحش وأنه هو مجرم أنه هو بيغتصب أولاد بيصير أنا بمكان عملي إذا أنا قلت أنه أنا عنده HIV عم بيخد دواحدا شاف نقلت له تنقول بيصير آه لك هيدا هيدا بيغتصب أولاد هيدا بيعمل هيدا هيدا الحال يعني بيصير فيه رفض أكتر للمجتمع لهالأشخاص من وراء أوقات الترويج الإعلامي الخاصة اللي عم بيصير ويلي هو منه علمي ومنه موضوعي ومنه دقيق صحيح فيه توسيات كمان مادام نادية اللي علاقة بالتأمين الصحي والدمان يعني هون هال الدمان عم بيغطي تكاليف العلاج هال السيرانس مثلا بتعترف بالفحوصات هلأ الشي اللي منيح بعلاج الـ HIV أنه كل الأشخاص اللي بياخدوا العلاج هنا كل الأشخاص حتى ولو هن مضمونين بياخدوا العلاج مجانا من ويزارة الصحة وهيدا نعمة وهيدا شي نشغل عليه كتير مطالبة ومناصرة من عشرين سنة تزبطي هلأ وتم نروح على شركات الانشورنس غير شي يعني أنا إذا كان عنده انشورنس بتكتشف الانشورنس أنه أنا عنده HIV بتبطل تغطي بتبطل تغطي بس بدي إليك مادام نادية شغلة أنه شركات الانشورنس الأمراض الطبيعية يعني اللي هي أمراض طفيفة ما عم بتغطيها أصلا وفوضية المستشفى ما عم بتغطي كل شي فمش بس العتب يعني على بس هيدا موجود من زمان يعني إذا أنا عنده HIV بيخسر بوليسة التأمين حتى إذا فتت على المستشفى أو أبدأ أعمله فخصات عرفوا أنه أنا عنده HIV وحتى الفحص اللي عم بعمله ما قالوا علاقة بوضع وضع الفيروس اللي موجود عندي ما قالوا علاقة بيحرموه من الخدمة وهيدا أكيد شي مشحف كتير بحق هالأشبار وبعدين الأسورنس برات لبنان ما بيشتغلوا بهالطريقة ما إذا الشركات الانشورنس هون هن رياع السرير طبعهم برات لبنان هن هوليك ما بيعملوا نفس التصرف نحنا هون منتصرف على بطرق معينة منلاقيها هيدا أنسبشي لقلنا بالمجتمع اللبنان وهي بتكون عم تظلم الناس اللي عايشين بهالبلد في نقطة كتير أتساسية بعد بدي أتطرق معك لقلها قبل ما نختم أكيد عن الشقة الدينة يعني هون شو التوصيات بالنسبة لهيدا الموضوع خاصة ضمن هيدا المشروع كتير اشتغلنا وحتى من سنين قبل مع الأشخاص الدينيين يعني نحنا منقللون أجان ريليجيو يعني مش ما منحب نستعمل اسمة القادة دينيين مع أنه تستخدم بمحلات معينة نحنا منعتبرون أشخاص مؤثرين لأنه عندهم باكراوند معين وعندهم خلفية معينة وعندهم كلمتهم مسموعة ضمن المجتمعات نحنا الخطاب يلي منحب أنه هن يقلون وإن كان بواضية الجمعة أو إن كان بواضية الأحد وإن كان بالقلب المجتمعات وبالتوعية ينشر أكتر مفاهيم التسامح تقبل الآخر تقبل الاختلاف وإنه الشخص اللي عنده اللي بيستخدم مخدرات هذا إنسان مريض لازم يروح على مركز علاج مش إنسان مجرم ما ننضربه وما ننصور الناس ضده ما ننشر الفكر إنه فيكن تشغلون عندكم شغلون في صحولهم مجال للشغل شخص المتعايش المصطلحات اللي يستعملوها هي مصطلحات تكون كمان إيجابية مثلو مثل الأعلام يعني كامل بالنتيجة كلنا عنا أخطاء وكلنا مخطئين ما في حدا كامل غير ربنا يعني استلمع مئة بالمئة وبعدين بموضوع الـ HIV كتير حكينا كتير بموضوع هل هي خطيئة واحد يكون عنده HIV وهيدا مرض مثلو مثل غيره بينتقل بطرق معروفة بسيمكن الطرق لأنه في علاج جنسية لأنه في بعض المؤسسات الدينية وبعض الأشخاص بين قلب هالمؤسسات عندهم أفكار معينة تجاه العلاقات الجنسية بيصيروا يتهموا الشخص بلا ما يحكوا عن السلوك يلي صار فينا نحكي عن السلوك وفينا نعطي توصيات بالسلوك وفينا نعطي إرشادات للصبايا والشباب كيف يعيشوا حياتهم فينا نوجههم فينا نوجههم ما بيكونوا كتير وعيين كيف لازم يتصرفوا من هون أهمية التوجيه والتوعية وبعتقد أنا مادام نادية كمان أنكم تعملوا توعية بالمدارس أكيد بالمدارس بالجامعات منعمل نعمل توعية بالطرقات للشباب والصبايا بالشارع حتى نوصلهم المعلومات حتى منعمل فحوصات بالشارع اللي بده يعرف حاله إذا هو لقطة HIV أو غيره من الفيروس مثل إباتيت بي والسيل التهاب الكبد كمان منعملهم منوجههم يجول عنه نتلاقى مع الأشخاص اللي بيستخدموا مخدرات بالشارع منوصلهم منعملهم توعية بقى هالمشروع بالذات اللي ما نطلق بواحدة وثلاثين لشهر التوصيات هي التوصيات بتاعنا كل المؤسسات من الجمعيات الأهلية ووزارات الدعوة مش عامة الدعوة راحت خاصة راحت لكل الوزارات وزارة الداخلية العدل الوزارات الجهات كلها معنية لأنه نحن بنعتبر كلهم معنيين بدعم هالأشخاص وكلهم معنيين أنه نوقف بيوم من الأيام انتشار فيروس الـ HIV بالبلد حالو كتير يعني أكيد يعطيكم ألف عافية عمل جبار عم تقوموا فيه وإن شاء الله أنه صرختكم وندقاتكم توصل ونحن أكيد هلأ معك راح ندعي كل المشاهدين يدلوا يتابعوا نشاطاتكم واللقاء التشاوري وغيروا من نشاطات ومشاريع عبر صفحة الفيسبوك ومواقل إذا فينا نكون عم نقول للعالم SIDC إذا بيكتبوا SIDC بيلاقوا الفيسبوك طبعنا والإنستغرام كلهم بنفس الطريقة هل في رقم تليفون فيه أكيد إذا حدا يريدوا يستفسر عن أي شيء يلو علاقة باستخدام المخدرات أو بالإصابة بفيروس الـ HIV في تلفين على السفر 1-482-428 أكيد نحن ندعيهم يعني يظلوا نمتبعين هذا الموضوع وبختام هالفكرة مادام نادية شو حب هيك توجه كلمة أخيرة للمشاهدين اللي عم بيحضر أنا بدي أقول أصلا بهيدا بمجال الـ HIV أو بالمخدرات والشغل مع الشباب والصبايا مع الردين لخطر هو شغل مش جمعية وحدة هن أكتر من جمعية بيضامنوا تيقدروا ينجحوا هيدا العمل وهيدا بالنتيجة مسئولية مش بس مسئولية الدولة والوزارات مثل التوصيات اللي ما ننطلعها دي مسئولية شخصية كل واحد يبلش من حاله مية بالمية مادام نادية بدران مديرة جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة أول شيء تحية كبيرة لألك ولجهودك وتحية لكل أعضاء الجمعية وشكرا لوجودك معنا اليوم شكرا لأني موفقين بكل شيء مرسي مجاهدين نحنا رح نتوقف لبريك صغير ومنرجع رح نتابع مع آخر فقرة لألنا اللي هي كتير مشوئة أو بتاعنا بموضوع كتير مهم لهيك ما تروحوا لمحال وخليكن عم بتتابعوا مريم تيوي موسيقى موسيقى موسيقى